الفطيرة بتاعتنا النهاردة جامدة اوي اوي رغم انها بسيطة مفيش فيها شغل كتير لكن هتعمل الفطيرة مورقة بطبقات حلوة ومقدقيها شوقوتنية ومرتبعة كمان اقتصادية ومفيش فيها اي تكلبة بص شكلها عامل ازاي تقداري تحط فيها اي حشوات بتحبيها تقداري تعمليها زي ما عملتها على فكرة هي سهلة جدا جدا والعجينة دي لكل الاستخدامات يعني عامل اللي انت عايزة فيها بصي بقى تقداري تقطعيها كده وتقطعيها بشكل اللي هتشوفيه تاني يعني ليها اكتر من طريقة في التقطيع اكتر من طريقة للتقديم لو هتستخدميها مع اي جبن كريمي تشيز اسمو جالي الحاجات دي هستخدم هنا الدقيق ونزل امين افوان السكر والخميرة واللي على الحليب الدافي ونزلت بزرة من الملح على دي هقلبهم ما بعض وبعدين هغط قطع بسيطة من الزبت هسيب المقدير جوا وهو صندوق الوص وهنزل بالخميرة وهو ديها على العجين وهنزل عليها ببيضة بيضة واحدة قلتلكوا قبل كده العجينة دي تقداروا تشتغلي فيها باي حاجة انت عايزها اي حاجة انت عايزها حقيقي وهو بطل مش اغلل ماكسر عليها بشكل اللي انتو شايفينه اي الحاج دي بقى ايه ما تلمي العجينة كلها وبده شكلها النهائي انا بقى بحب اعمل كمية كبيرة بس بلكم مقدير كمية بسيطة عشان تعملوها وما تزبط معك وتحبوها تزودوا زي ما انتو عايزين بس انا خلاص عارفها ما اديري ودي طريقتنا في العجينة بص العجينة طريقة ما بتلزقش في الايد بتعمل استريتش معاك يعني بتقولك انا ردي لأي حاجة هاخد منها جزء صغير وهاركنه على الجمع عشان هنستخدم فيه الهواء الخليطي التاني هنضيف عليه كاكاو وهدي هنا بسيط زبدة من فوق زبدة عاملة ملتي يعني انا سابها برا التلجة وحطها في حاجة كده واغطي عليها لحد ما تختمر لو الجو دافي هتوض نص الساعة لو الجو مش جافي هتوض اكتر من كده وعشان تتأكد ان هي خمرت يبقى حجمها تضعف وبعدين نزلت هنا بالجزء العجينة اللي احنا شنا نزلت عليها بالدقيق امين عفوا بالكاكاو وبسيط من الزبدة ومعلقة حليب دافي من المعلقة حليب دافي على الكاكاو والحد ما تمسكت بالشكل ده هدين بسيط من الزبدة عشان هغلي في الوش وبعدين هغطيها بالبلاستي كراف وبعدين هخط عليها فوتا عشان اتأكد ان هي دافي دي العجينة بتاعتنا تبارك الله هايلة هايلة كنت عايزة اعمل حاجات تانية بس ان شاء الله دعولي اعمل لكم حاجات تانية هتجنينكم والله حاجات تقدري تبتع فيها زمان انت عايزة هفرد العجينة كلها مع بعض بشكل واحد مش ضروري شكلها حلو او مش حلو افريدي بس بالشكل اللي انا هقلنتي اللي انا عملته معاكم وابعدين اجيب ورقة زبدة واحطه عليها وافريدها لاني هفرد الاثنين فوق بعدي دلوقتي كده بافريد اتنين مع بعض بس حتى فيه كفر ما بينهم عشان ما يلزقوش وبعد معين يحطوهم على بعض بس عشان يبقى بعض فالفارد عايزة اقول ونزلت اللي انا فرضتها بالكاكاو على العجينة السادة ويقطع طعب بالشكل ده مش هزبط ولا جناب ولا اي حاجة اللي اني نهحشي بيع وهلي فارول بشكل ده وقبل اللي هو التلت الاخير هروح ماسكة ايه القطعة والسكينة او اي حاجة وهروح ما قطعة كده شرايط رفيعة جدا خلي بالك بس عشان ما تعملش منك يعني عشان تزبط وبعدين هروح لفارول جميل اوي سهل وبسيط وهيطلع معاك حلو اوي كده جميل شكله جميل اوي اوي الولاد هتحبه هتبقى مبسوطة من شكله تقدر تستخدمي التعطيل هو الحروف اللي من فوق دي على انها شرايحة حقيقي انا كنت مبسوطة اوي بيها بصوا شكله عامل زي تبارك الله وهشاله وانقلهم في صانية صغيرة بشكل اللي انتوا شايفينه وحطي تلاتة اقصات بعض كل واحدة تاخد جنبي كده في القلب بتاعها من غير ما اعمل فيهم اي حاجة تحسي اول ما تحطيهم جوه الصانية ان هي مهوية كده وتحس ان الصانية او القلب اللي هتشتغل عليه فاضي بصوا شكله حلو ومفرح اوي حقيقي ما بهاج وغطي عليه دي المرحلة الاخيرة في التخمير لحد ما لقيه ملص صانية بالشكل ده او القلب بتاعي ودفر اي حاجة خلاص بصوا بعد ما كانت الصانية مهوية وفاضية ما فيش فيها اي حاجة اول ما حطيناها واختمرت بالشكل ده تقعد حوالي 30 ديار او 40 ديار حسب الجو هده هنا من فوق يب حليب او ببيض المتاح عندك اللي يعجبك اعمالي وهدخلها الفرن على درجة حرارة 190 هتقعد معي 30 ديار من 25 ل 30 ديار حبيت اخرجها اللون ده اول ما بتخرج بادين وشها بسيط من الزبدة او العسل واغطيها عشان تبقى تفضل طرية عشان هي لسه سخنة اغطيها عشان تفضل طرية من فوقه من تحته تبقى هشة وبعدين وقت التقديم هروش عليها سكر البودر وقدمها بالشكل ده وطبعا التزيين اغطيها تقدر تحطي سكر بودر تقدر تحطي اي الفواجه او نتالا او سوص شوكولاتة اللي يعجبك انك تمسكيها هي بتفكي من بعض ويقعيها بعض ممكن ان تعطيها بصوح حكاية حكاية هموت والله ريحتها وطعمها خطير ما تعرف فيش دفتير ولا اسمه كيك ولا حاجة مش عارفة هو كله مع بعضه جميل حقيقي انا مبسوطة بي كنت راضي عنه فاهم له مبسوطة 100% حقيقي تبارك الله اعملوها بقا ومستنيها دعواتكم الجميلة ما تنسوش تتابعوني على قناتي دي وقناتي التانية وكمان تابعوني على صبحتي على الفيس وبقولي على الفيس تابعوني على اليوتيوب بحبكم اعملو ما تكاسلوش بياخدش وقت ولو عايزة مقادير كتير اكتبولي انا دايما زي ما قلت بحب اعمل مقادير كتير بصوا بقصوك كنت عايزة دخل البطاعة دي جوه الكاميرا هنفسي توصل لك وزي ما كنت مسكعة انجويا يا جماعة دي كانت ترقيتنا سهلا اوي 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 بوصوا بقا وهي بتتقطع بالسكينة شكلها عامل ساي كده بعد تقطعيشها رايح تستو تقدمها للولاد وتحط عليها بسيط من او العسل او اي جيلي اي حاج بيحبها ويغضوها معا في الصندوتيات كمان انجويا يا جماعة دي كانت ترقيتنا وترجمة نانسي قد قبيل